السلام عليكم لماذا يبدو الرجل السيجما جذابا للآخرين؟ لماذا تعشق النساء رجل سيجما وتفضله عن كل الرجال؟ تتميز شخصية الرجل من النوع سيجما بأنه شخصية واثقة من نفسها ولا يحتاج إلى أن يكتسب ثقته بنفسه من قبول الآخرين أو تأييدهم هذا النوع من الشخصية يتسم بالهدوء والرزانة فهو ليس متهورا وليس طائشا كما أنه يميل إلى الانطوائية ولا ينسج معادة في التجمعات شاهدوا الفيديو من البداية إلى النهاية ستستفيدون كثيرا ولا تنسوا في البداية أن تدعموني بلايك وتعليقي أسفل الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيهات لتتوصلوا بجديد الفيديوهات كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق لن أطيل عليكم لندخل في صلب الموضوع مباشرة صفات الرجل سيجمان معشوق النساء رجل سيجمان لا يطارد النساء وفي معظم الحالات تكون الفتيات هي من تطارده هي التي تقترب منه نعم تتقرب منه النساء لمحاولة كشف غموضه ومعرفة ما وراء صمته الدائم فيظل الذئب المنعزل معشوق النساء هو شخصية شديدة الثقة بالنفس ولا يطارد النساء أبداً وهذا ما يميزه إنه غامض ولطيف أيضاً ولا يهتم لرأي الآخرين عنه ورغم ذلك فهو متواضع ويحب العزلة رجل سيجما يحب العزلة لترتيب أفكاره ويحب الفلسفة والتفكير بعمق ويقرأ ما بين السطور لا يحب أن يعمل مع فريق ما ويفضل العمل الخاص لكنه إن وكل له عمل قيادي يقوم به على أكمل وجه شخصية سيجما لا تهتم بالسلطة والعمل القيادي أو التقرب من الشخصيات السياسية بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من الهدوء والحكمة والتواضع والمسؤولية فإن شخصية رجل سيجما تحيطها هالة من الغموض مما يزيد من الإثارة والفضول حول هذا الشخص ويكون من الصعب تجاهل ذكائه واستقلاليته فهو لا يخشى كونه يسلك دربا مختلفا طالما أنه مقتنع بما يفعله وهذا ما يجعله جذابا للنساء الصفات التي تحبها النساء في رجل سيجما أولا المساحة الشخصية رجل سيجما يحتاج إلى مساحته الشخصية أكثر من أي شخص وهذا لإرضاء ذاته وهدفه في التعلم وتحقيق أحلامه فتوقع منهم إجراء تغييرات جذرية فجأة مثل الاختفاء من أجل متابعة شغفهم فرجل سيجما لن يستدعي أي شخص يقف في طريقه الخاص الذي رسمه وسيسعى جاهدا لتحقيق أحلامه ثانيا منتهك للقواعد عادة ما تجد شخصيات سيجما تعمل لحسابها الخاص ويهتمون بالهدوء والمرونة بشكل خاص ويتميزون حينما يعملون بمفردهم لأنهم لا يواجهون مشكلة في إدارة وقتهم وتنظيم مهامهم بأنفسهم ثالثا غير منفتح على الجميع فأفكار شخصية سيجما تخصه وحده وكذلك ما يشعر به ولذلك تجد هذه الشخصيات لا تتباهى بإنجازاتها أو أحلامها الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بل إنهم يحتفظون بتلك الأفكار والمشاعر لأنفسهم ولهذا السبب قد تستغرق وقتا أطول حتى يعطي لك رجل سيجما ثقته ويطلعك على ما بداخله فهم فقط بحاجة إلى تعزيز الأنا والسلام الداخلي وليسوا بحاجة لشيء آخر رابعا لا يهتم بالعادات الاجتماعية تعد جميع الشخصيات من المؤمنة بالعادات الاجتماعية بشكل كبير على عكس شخصية سيجما التي لا تهتم بتوقعات الآخرين أو بالعادات الاجتماعية فجميع الأعراف والاتجاهات التي وضعها المجتمع لا معنى لها بالنسبة إلى رجل سيجما فهم يفعلون ما يحلو لهم ولا يريدون من أحد أن يملي عليهم كيف يرتدون أو كيف يتصرفون خامسا انطوائيون وواثقون بأنفسهم عزلتهم وانطوائيتهم لا تعبر عن الاكتئاب أو الخجل بل هو تفضيل شخصي فهم يفضلون قضاء الوقت بمفردهم ولا يريدون أن يكونوا في دائرة الضوء فعلى الرغم من أن رجل سيجما غالبا ما يمر دون أن يلاحظه أحد إلا أنه يتمتع بنفس القدرة والثقة التي يتمتع بها جميع الرجال سادسا أسلوب حياتهم وما يفضلونه له الأولوية ينتقي رجل سيجما روتين حياته بعناية وفقا لما يريده هو فقط ولا شيء أسوأ بالنسبة له من الشخص المسيطر فهم غير ملتزمين بتوقعات الآخرين والحالة الوحيدة التي يتغير فيها تكون وفقا لرغبته هو وليس نزولا عند رغبة الآخرين سابعا تقديرهم لذاتهم مصدرهم أنفسهم رجل سيجما في تصالح كبير مع نفسه فهو لا يحتاج إلى الموافقة من قبل الآخرين ولا يحتاج للكماليات ليشعر بالكمال والنجاح فهو لا يسعى إلى الأشياء الباهضة الثمن لأنه يدرك أن الأشياء المادية لا يمكن أن تكون محل تقدير الذات فهو يرتدي ما يحلو له ولا يفعل ما يمليه الآخرين عليه ثامنا هم قادة الناجحون ومتواضعون في نفس الوقت رجل سيجما هو ذئب منعزل ولكنه في وقت الحاجة تجده مسؤولا ويتولى زمام الأمور ليصبح قائدا قويا بل ويصبح مصدر إلهام للآخرين بشغفه وتفانيه فعندما يتولى رجل سيجما المناصب العليا فلا يتملكه الغرور ولا يحتقل الآخرين ولهذا السبب يكون محل احترام الجميع تتميز شخصية الرجل من النوع سيجما بأنه شخصية واثقة من نفسها ولا يحتاج إلى أن يكتسب ثقته بنفسه من قبول الآخرين أو تأييدهم هذا النوع من الشخصية يتسم بالهدوء والرزانة فهو ليس متهورا وليس طائشا كما أنه يميل إلى الانطوائية ولا ينسج معادة في التجمعات أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالموضوع والنصائح المقدمة شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإعجاب وتتركوا تعليقاتكم المميزة سنلتقي مرة أخرى في مغامرة جديدة إلى اللقاء يا أصدقاء ترجمة نانسي قنقر